متفاهمة جداً أنه لما يقول حاجة زي كده هو طبعاً مسلماني اللي بيتخذ عليه حتى من وقت ما جيه أو قبل ما ييجي مصر على فكرة لما كان بيلاعب قبل كده له مباراة مهمة جداً مع سانداونز وبعدين أتصور معه قاعد يصور الجمهور فهو أراد يعارف معنى السبعين تمانين مليون اللي عايزين ياخدوا الصورة معاه هو قال كده فهو أكيد بيقدر الشعب ده وأكيد بيقدر الجمهور الكبير ده في كل حتة وحتى لما راح المونديال هناك يعني حياهم ورح بنفسه يحييهم يعني وده كان سبب من أسباب نجاح المونديال مرة تانية وتالتة وهو ده اللي مخلي النادي الأهلي في حتة تانية خالص أفتكر كده يعني من وجهة نظر يعني الواحد أصلاً يعني بيمشي دلوقتي في الشارع أنا بتكلم عن نفسي يعني بش أنت تنجم جبير لا أي حد مرتبط بالنادي الأهلي لا أي حد فعلاً فعلاً ما بالك بقى واحد زي موسيماني محقق الأرقام دي مع النادي الأهلي ما بالك واحد زي النهاردة كهرباء يمشي في الشارع حسين السولية أنا متوقع اللي ممكن يحصل يعني فموسيماني أكيد يقدر هذا الجمهور بشكل كبير جداً وحجمه والنهاردة كمان له كلام كتير قوي يعني النهاردة تسأل مثلاً عن أكتر اللعيبة مهارة اللي اتضربوا تحت إيده فقال في مهارة يعني في ناس مهارية كتير جداً في صناعة الأهداف ومهارته في تسجيل الأهداف كتير جداً من اللعيبة اللي في جنوب أفريقيا اللي اتضربهم قال سيرينو قال فينبا سواني حوالين المدرب اللي بيحبه مثلاً قال انه هو ما عندوش مدير فني مفضل بشكل مطلق بس قال بيحب جداً أليكس فيرغسن لأنه سيطر على الدورة الإنجليزي الأكتر من عشرين سنة معجب بيورجن كلاب معجب بكارلو أنشلوتي لأنه يعني حقق بطولات كتيرة جداً مثلاً هو مدرب صامت وبيعمل للكرة فقط ده بالنسبة لأنشلوتي كمان دي يجو سيمبوني اللي استطاع أنه يجمع فريق أتلاتيكم مدريد حوالين فلسفة خاصة به كل الكلام ده على لسان موسيماني النهاردة قال انه يحب مثلاً يقتبس شيء من كل مدرب فيهم اتكلم عن ثلاثية الأهل الموسيم اللي فات وقال انه ممكن يحققها تاني وده مش صعب بالنسبة له وقال لسه فيه بطولتين سوبر محلي وأفريقي ولو حققهم مع النادي الأهلي فده دليل على أن نستحق أو نستطيع أن نحقق نفس الإنجازات دي من جديد في الموسيم ده كان ليه كلام كتير جداً إن شاء الله بقولك كان حوار أكثر من رائع كان اجتماعي بشكل كبير واخد الجزء الفني أنه هو حتى مالوش مسأل أعلى في التدريب لكن بياخد من كل مدرب يعني كل الأسماء والمدربين الكبار اللي ذكرتهم كلهم مديرين فنيين كبار جداً جداً لكن بياخد من كل حد صفه كده والغاية دلوقتي كل التحية طبعاً لمسيماني اللي بيقدي بشكل أكتر من رائع مع النادي الأهلي وإن شاء الله التوفيق